أبو يوسف أبو يوسف السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الله كيف الحال يا مرحب ومسهل فضيلة الشيخ السؤال الأول الحديث الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله والحديث الثاني يقول لا تسب الدهر المفارقة ما بين الحديث الأول ملعون ما فيها ونفارقة لا تسب الدهر الملعونة هنا يا شيخ مذمومة ليس من اللعن هذا من الزم ومثل قول الله تعالى في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن هل في القرآن شجرة ملعونة لا ماذا في شجرة مذمومة إن شجرة الزقوم طعام الأذين كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميد فاللعن في هذا الحديث بمعنى الزم نعم والسؤال ولكن تسب الدهر هذا موضوع ثاني هذا شفل تسب الشجرة نعم نعم السؤال الثاني بخن بخ ذلك مال رابح ما معنى بخن بخ يعني هذه الكلمة يعني تقال للتعجب الظاهر نعم يعني هذا المال الذي تصدقت به والبير حق ذلك مال رابح نعم ما في أربع من التجارة مع الله يا أيها الذين آمنوا هل أدنكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم قال الله في سورة فاطر يرجون تجارة لن تبور لا تختر أبدا وهي التجارة مع الله نعم يعني كلمة بخن بخها يعني تعجب نعم السؤال الثالث والأخير إن شاء الله فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عطرتين ما معنى عطرتين الظاهر بان أبطيه نعم نعم عطل الحديث فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عطرتين أبطيه عطرتين معنى الظاهر من الأبطيه عنده رفع اليد تعرف الأولي ما عندهم قدصان عندهم مثل زياب الإحرام نعم كنت بس وقفت أنا عند عطرتين هذا المقصود إذا رفع الإنسان يده وهو محرم يبين لك أبطه ولا لا إلا نعم 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 يزاكم الله خير كله لهذه الأسئلة لو راجعتها يسيخ يسيخ اسمه جوجل نعم ما أنا أنا والله يا فضيلة أنا فضيلة الشيخ طبعا أنا لا ما أسأل لا أقول لك جوجل ولا أحسأل ولا حاجة أخذ من العلماء على طول ولو يسيخ ولو ترا لأنه جوجل لأنه جوجل هذي فيها فيها الطريح ما أقدر أنا لا هذه شيئة لغوية هذه شيئة جوجل الآن يا شيخ ما يستغني عنها أحد ولله لكن يدلك يدلك نعم إن شاء الله الله يديك العافي على كل حال شكرا شكرا لك